إن من المهم أن يدرك المؤمن أن حاجاته تقضى من قبل ربه وأن قضاء هذه الحاجات يحتاج إلى أن يقدم العبد بين يدي ربه ثناء وتمجيد وتقديس ليس لحاجته وهذا معنى مهم ثناء العبد على الله تعالى ليس لحاجة الله تعالى إلى هذا الثناء فهو الغني الحميد جل في علاه وقد قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فهو الغني عنه وعن عباداتنا عن ثنائنا وتمجيدنا وتقديسنا فله الثناء المطلق